اصدقائي المتابعين اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد المرة دي فيديو تصدي الشناوي لدراكلة جزاء في ديئة 43 لأسوان استطاع الشناوي بكل كفاءة نوع تصدي ركلة جزاء كانت ممكن ان تكون محور في اداء ولعب فريق أسوان اللي كان مهزوم في ديئة دي 3-0 من النادي الاهلي الستطاع الشناوي الصد الكرة واستكمل الاهلي اللقاء بنفس الروح والحماسة الذي ابتدى به اللقاء وانتهت المباراة تلاتة شفر للنادي الاهلي سنوفيكم بالمزيد عند مارد الجديد فابقوا معنا وتابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصل اليكم كل ما هو جديد شكرا لمتابعتكم واستمروا في الدفع والتقدم للامام معا اشتركوا في القناة